ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي سباح الخير مرام أهلا اسماعيل سباح بنور وكل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير مرام نبدأ من آخر التطورات روسيا تحذر من السفر إلى الشرق الأوسط وتدعو الأطراف لضبط النفس ماذا تحدثين عن هذا الموضوع؟ نعم اسماعيل هذا مصدر في بيان من وزارة الخارجية الروسية التي قالت فيه بأنها تمنع أو تحذر المواطنين الروس من السفر إلى بلدان الشرق الأوسط نظرا لعدم استقرار المنطقة والتهديدات المستمرة على خلفية الأزمة أو الحرب بين إسرائيل وحماس والتي امتدت إلى مناطق عدة ووصلت إلى لبنان أيضا ومن خلال هذا التحذير أيضا قالت الخارجية الروسية أنها بصفة رئيسية تركز على منع السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إضافة إلى لبنان طبعا إسماعيل هذا التحذير ليس الأول منذ بدء هذه الأزمة في قطاع غزة وإنما في بداية هذا الصراع وفي أكتوبر أيضا حذرت الوزارة من سفر مواطنيها إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولكن اليوم الإضافة هي تتركز في منطقة لبنان ولكن كل هذه التحذيرات جاءت على خلفية التحديدات المتكررة من قبل إيران بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي طال مقر السفارة الإيرانية في دمشق وبالتالي حتى الآن غير معروف هي طريقة الرد كيف ستكون من طهران ولذلك ربما قد تطال مناطق عدة وهذا الأمر دعا الخارجية الروسية إلى تحذير مواطنيها من السفر لكن بالتزامن مع هذا الأمر هناك أيضا دعوات من قبل الكريملين لضبط النفس من قبل الدول في الشرق الأوسط وعلى لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن على بلدان الشرق الأوسط ضبط النفس منعا لانزلاق المنطقة نحو الفوضى وهي أساسا منطقة غير مستقرة بالأساس وأيضا قال بيسكوف أن روسيا لم تتلقى أي دعوات للتوسط بين إسرائيل وإيران ولكنها بطبيعة الأحوال قالت أو وصفت الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية بأنه انتهاكا لمبادئ القانون الدول وهو بالتالي الموقف الروسي بات واضحا أساسا منذ بداية هذه الأزمة والصراع الإسرائيلي مع حماس بأنها منحازة إلى الجانب الفلسطيني والدعم له سواء إيران أو حتى بعض بلدان الشرق الأوسط تفضل إسماعيل مرام لو انتقلنا إلى أوكرانيا حيث توقع اتفاقا أمنيا مع لاتفيا لمدة عشر سنوات ما تفاصيل هذه الاتفاقات؟ نعم إسماعيل يعني الرئيس زيلنسكي وصل إلى لاتفيا في العاصمة فيلينيوس وقابل السفير اللاتفي نظيره إدغارس رينكيفيتش وبهذه اللقاءات والمحادثة التي جرت بين الرئيسين تم التوقيع على اتفاق عسكري كما وصفه لدعم أوكرانيا الغارقة في حربها مع روسيا لأكثر من عامين من خلال ما صرح عنه زيلنسكي في مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق هو أمني ثنائي يتم من خلاله دعم أوكرانيا بصفر فاصلة خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي الدخل العام للاتفيا بالدعم العسكري إضافة إلى مساعدة لاتفيا لأوكرانيا بموضوع وما يتعلق بالأمن السيبراني وإزالة الألغام إضافة إلى تكنولوجيا المسيرات حسب مصرح زيلنسكي لكن أيضا من خلال هذا الإعلان عن الاتفاق الثنائي كان هناك دعوات من قبل زيلنسكي لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني ووجه مرة أخرى تحذيرات للغرب بأن نقص الذخيرة ومنظومات الدفاع الأوكرانية قد تؤدي إلى نصر روسيا وهذا الأمر الذي عاد إلى تأكيده واستغل فرصة لقاءه مع نظيره اللاتفي وإضافة إلى لقاءه مع الرئيس الليتواني أيضا الذي أيضا حضر إلى العاصمة اللاتفية فيلينوس وقال بأنه يجب النظر إلى هذا الأمر بجدية لأن أوكرانيا في هذه الحالة ستكون خاسرة وذلك في غضون أسابيع نظرا للفرق الشاسع للأدوات التي تمتلكها روسيا مقارنة بنقص الأدوات ومنظومات الدفاع الأوكرانية وركز بأن الدليل على كلامه هو الضربات الأخيرة التي وجهتها القوات الروسية على عدد من المناطق الأوكرانية ومن ضمنها منشآت الطاقة في كافة أنحاء البلاد وهذا الأمر الذي ربما جعل أوكرانيا تتخوف كون أن منشآت الطاقة هي أحد وسائل الدفاع وأحد الأماكن التي تعتمد عليها في إنتاج ذخيرتها المحلية وبالتالي هذا اللقاء ربما أيضا يعتبر كتحذير للغرب من قبل زيلانسكي ومحاولة لإيجاد البدائل كون أن الدعم الغربي بدأ يتراجع أو ربما تأخر بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الراهل تفضل اسماعيل مرام في آخر التطورات في العلاقات الأمريكية اليابانية هناك شراكة جديدة بين البلدين اليوم كيف تقرأ هذه الشراكة وهي موجهة ضد من؟ نعم اسماعيل يعني ربما هي ليست شراكة جديدة ولكن قد تطورت في السنوات الأخيرة بين كل من منطقة آسيا أو الشرق آسيا والولايات المتحدة تحديدا أتحدث عن اليابان والفلبين من خلال هذا الحديث كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن هذا اللقاء الذي يعتبر الثاني من نوعه منذ بدء عام 2024 أيضا ركز الزعيمان في هذه المحادثات التي استمرت لأكثر من ساعتين على التعاون الثنائي في كافة المجالات ولكن التركيز كان على المجال العسكري الرئيس بايدن في تصريحاته قال بأن هذه المحادثات هي الأكثر أهمية في العلاقات بين البلدين منذ بداية تأسيس التحالف مع اليابان وأيضا قال بأنها ركزت على منطقتي المحيط الهادئ والهندي المضطربة بسبب أفعال الصين حسب تصريحاته بالمقابل أيضا رئيس الوزراء الياباني كاشيدا قال بأنه ما ناقشاء العلاقات المتوترة بين تايوان والصين وقال بأنه يجب منع أي عملية تتركز على القوة لفرض السيطرة على أي منطقة دون أن يحدد الحديث عن تايوان في بداية الأمر وقال بأن يجب أن تكون العلاقات الدولية قائمة على أساس القانون ومبادئ القانون الدولي أيضا قال كاشيدا بأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال بأن اليوم الوضع متركز في أوكرانيا ولكن ربما غدا قد ينتقل إلى شرق آسيا وبالتالي هنا يعطي تحذيرات أن ما يحصل اليوم في أوكرانيا قد يكون في أماكن أخرى وتحديدا بين كل ميناء الصين ومنافسي الولايات المتحدة في منطقة آسيا الشرقية من خلال أيضا الاجتماع تم التوصل لأكثر من سبعين اتفاق عسكري بين اليابان والولايات المتحدة ومن خلال التصريحات أنه سيتم تحديث هيكل القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في اليابان لتعزيز التعاون المشترك ضد أي أزمات ممكن أن تحصل في تلك المنطقة ولكن هنا اسماعيل كان يوجد رد صيني أيضا على هذه المحادثات التي لم تمر مرور الكرام على بكين وقالت وزارة الخارجية الصينية بأن ما حصل في هذه المحادثات هو تجاول لمخاوف الصين وأيضا هو هجوم على الصين فيما يتعلق بقضية تايوان والقضايا البحرية واعتبرت الخارجية الصينية أن هذا الأمر هو التدخل في الشؤون الداخلية بشكل مباشر وأنها انتهاك للأعراف الأساسية في العلاقات الدولية وبالتالي ربما هذا الأمر قد يثير بعض المخاوف بالنسبة لبكين كون أنه لا يقتصر فقط على اليابان والولايات المتحدة ولكن أيضا واشنطن تحاول جر كل من اليابان والفلبين إلى حلفها بعد طبعا الدعوات الصينية التي ركزت على أنه يجب العمل على سياسة التفرقة في دول شرق آسيا وأضعاف كل من الفلبين واليابان للوصول إلى حصول الصين على تايوان وإعادة ضمها إلى الأراضي الصينية ولكن ربما بايدن في هذه الاجتماعات التي أيضا رافقت اجتماع كيشيدا اجتماعا مع الرئيس الفلبيني والذي انضم إليها أيضا كيشيدا وأدت أيضا إلى زيادة التحالفات إضافة طبعا إلى أستراليا في هذا التحالف المشترك أدت إلى إثارة المخاوف بالنسبة للصين وتحذيرات تطلقها دائما بكين حول أي تحالف يمكن أن يؤثر على خطتها في عودة ضم تايوان إضافة إلى محاولة السيطرة على منطقة بحر الصين الجنوبي تفضل إسماعيل من موسكو مراسلتنا مرام حمسي جزيل الشكر على هذه المداخلة موسكو 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 موسكو